بسم الله الرحمن الرحيم معنا يا ولد درس جديد من دروس العلوم التواصل ونقل المعلومات تعالوا كده في البداية احنا لما اتكلمنا قبل كده على التواصل عند الإنسان وعند الحيوانات عرفنا ان في نظم مختلفة ان الحيوان ممكن يتواصل عن طريق حواسه الشم والبصر وحركة الجسم وكذا والإنسان قدر يعمل اللغة المكتوبة والقراءة والكتابة للتواصل تعال هنعمل حاجة جميلة جدا هنقول ان في قائمة تحتوي على طرق تواصل الإنسان والحيوان ومطلوب مني اننا اصنفها يعني اقول دي إنسان ولا حيوان ولا لتنين سوا يعني هنشوف الشيء ونقول ده ينسب من فيهم اللي هنلاقيه ناسب الحيوان ينكتب الحيوان ينعمل حرف الح تمام اللي نلاقيه ناسب الإنسان ينكتب الإنسان ينعمل حرف السين اللي نلاقيه مناسب للتنين وينفع هنا وهنا نعمل كاف اختصار لكلهما يبقى حا حيوان سين إنسان كاف هما لتنين طب فين القايمة دي القايمة هي هيجيب لي عمه إيه بقى مجموعة من الأمثلة للتواصل مثلا وميض الضوء أنا لما شوف ومض الضوء دي ممكن يتعرف عليها مين قالك الإنسان وكمان يقدر يفهم الحيوان يبقى نكتب كاف يعني كلاهما يبقى وميض الضوء يناسب الإنسان والحيوان أنا بتكلم على مين يا ولاد على وسيلة للتواصل فيما بينهم طب بالنسبة للكتابة شفنا حيوانات مسك وراء أو ألم وعملة تكتب وتقرأ طبعا لا إنما الإنسان مميز فيها يبقى دي بتناسب مين الإنسان وعملت الحرف سين يبقى وبيعلمك تكتب الكلمة وتعمل رمز بديل لها اللي بعدها تحديد الموقع عن طيق صدى الصوت هل الإنسان بيعري يتعامل في حياته على صدى الصوت وتحديد الموقع لا دي بتخص مجموعة من الحيوانات زي الخفاش وزي الدولفن اللي درسناهم يبقى دي بتناسب الحيوان والرمزحة طيب الصوت الحاد المرتفع دي بتناسب مين من اللي يقدر يقول ده صوتك على قوي الإنسان وكمان الحيوانات لها مجموعة من الأصوات وتقدر تفهمها لو كان الصوت عالي أو الصوت منخفض يبقى الصوت الحاد يناسب اللي اتنين ونكتب كلاهما طب الهاتف المحمول هل شفت الأسد أو الخروف أو الجموسة مسك هاتف محموله بتكلم أصدقائها طبعا لا يبقى دي وسيلة التواصل تخص الإنسان فقط الكراءة الكتابة الهاتف المحمول طب القارئ الإلكتروني يخص مين طبعا الإنسان وكل وسائل التكنولوجيا الحديثة طب لو كان في حركات في الجسم حد بيهز ديله زي الكلب نحلة بترقص يهز الإنسان راسه واحد بيغمز لزميله بعناه مش كل دي إشارات مش كل دي حركات مش كل دي أمرات يبقى الحركات الجسدية ينفع يعملها الإنسان وينفع يعملها الحيوان يبقى كلاهما أمال من اللي بتعامل عن طريق الرائحة ويقدر يفهم فيما وراءها زي النمل مين الحيوان التعامل بالروائح كما في الحيوان ونكتبها تعالوا كده هو درس بسيط وصغير تعالوا نشوف أسئلة كتاب الأضواء تعتمد بعض الحيوانات على حسة سامع قوية للتواصل فيما بينها زي مين اللي بيعتمد على حسة السامع القوية الدولفين واللي بيعتمد على تحديد الموقع بالصدى آدي الأولى نيجل التانية الخنافس المضيئة قاضلة على إصدار الضوء ليه الضوء ده جاي منين كلنا عارفين وقلنا المرة اللي فاتت منين يا أولاد من تفاعل كيميائي داخل أجسمها طب نمرة ثلاثة يتميز البشر عن الحيوانات باستخدام مين باستخدام اللغة في الكتابة يبقى اللغة دي من الحاجات المهمة المميزة للإنسان طب مين اللي أنشأ نظام الكتابة الهيروغليفية واللي من 700 رمز أقول له 700 دي بتاعتنا يبقى مين المصريون القدماء 700 رمز من رموز اللغة الهيروغليفية القديمة هنا جايب لي لست قيمة من الكلمات وعايزين نحطها في النقط البابليون القدامة في العراق سنة 3000 قبل الميلاد نظام الكتابة بتاعهم كان اسمه إيه؟ برافو عليك الكتابة المسمارية طب نمرة ثلاثة تصدر الخنافس المؤضيئة ومضات بسبب حدوث إيه؟ لسه أيلينها وراء بسبب حدوث تفاعل كيميائي داخل أجسمها نمرة ثلاثة يستخدم الإنسان الضوء للتواصل زي الإشارات اللي بيبعتها مين ومين السفن والطائرات وانشوف المرشدين زي هيئة قناة السويس كده لما بنشوف إرشاد السفن والروباط والأنوار والطائرات بنشوف المرشدين في المطارات بالإشارات الضوئية لإرشاد الطائرات لنزول لمكان معين من الحيوانات اللي بتعتمد على الضوء وعندها حسة بصر قوية نقول إيه عيون مين برافو عليك نقول عيون الصقر يبقى الصقر من الحيوانات زو الرؤية القوية وحدة البصر العالية استخدم المصريون القدماء وراء إيه وراء البرد الجميل المميز للكتابة الهيروغليفية سؤال صح وغلط بيقول لي طومد الخنافس المضيئة على فترات غير منتظمة أقول له غلط ده ماشي بنظام يبقى على فترات منتظمة التانية الخفاش من الحيوانات اللي لها حسة سمع ضعيفة جدا أقول له غلط جدا لا حسة سمع قوية جدا اللي بعدها تتكون الكتابة الهيروغليفية المصرية القديمة من 700 رمز أقول له صحة يبقى إجابة صحيحة وآخر شريحة في درس جميل وصغير وبصير وبكده يا ولادي الحمد لله خلصت حلائتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي ودايما نقول لك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي وتابعنا على صفحة مستر حامد البيومي يصلك كل جديد وشير في الخير خلي الكل يستفيد صالح دعوكم مستر حامد البيومي